مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها يارب السلامة شفو تكرفيسا لتكرفسو شرطي ولاحوها في قناة للصرف الصحي فتحت المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة اليوم الخميس وذلك لتحديد ظروف ملبسات اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبهة إجرامية وأوضح بلاغنا للمدير العام للأمن الوطني أنه حسب المعلومة الأولية للبحث فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أمس الأربعاء مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العطور عليها وهي تحمل بقايا آتار الدماء وقد مكنت عملية المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنصيق مع عناصر الضرك الملكي من العطور على جثة متفاحمة داخل قناة لصرف الصحي بالقرب من دوار الخدارة بضواحي حدس والم والتي يشبه في كونها لموظف الشرطة المختفي خصوصا بعدما تم العطور بمصرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية وأشار المصدر ذاته إلى أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية يعملون حاليا على التحقق من هوية الضحية بالاعتماد على بصمته الجينية بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم للميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفية هذه القضية اشتركوا في القناة